أهلا بكم التقاء إن شاء الله تكونوا بألف خير وتمتبعوا هذا الفيديو على قناتي في هذا الفيديو رح ندير اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية لسنة ثانية ثانوية جدع مشترك ونوب وتكنولوشيا نبدأ على بركة الله بالفيديو قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بس الإنسان الضر دعانا لجابه أو قاعدا أو قائما فنبا كشفنا عنه ضره بر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون المطلوب أشارت الآية إلى تقلب حال الإنسان بين الشدة والرخاء وذلك نتيجة فساد أصل فيه ما هو هذا الأصل عرفه في الآية تقلب لحال الإنسان بين الشدة والرخاء نتيجة فساد الأصل الأصل هذا هو الفطرة نعرفه الفطرة نغة هي الشق والابتداء استلاحا هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الله الناس عليها وهو الإسلام وهي الإسلام عندنا ينحرف هذا الأصل في الإنسان لأسباب أذكرها تنحرف الفطرة لأربعة خمسة أسباب كاملة خمسة أسباب السبب الأول هو غواية الشيطان لقوله تعالى فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين وكذلك لذكره في الحديث القدوسي قوله في هذا الحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فعبادي كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأظلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به من سلطة قلنا هذا السبب الأول السبب الثاني هي البيئة المنحرفة لقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا أماءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون كذلك إتباع الهواء والغفلة عن الله وهي اتباع النس الأبارة بالسوء لقوله تعالى وَلَا تُطِعْ مَنَقْفَدْنَا قَلْبَهُ عَا ذِكْرِنَا وَاتَّمَعَ هَوَاهُ وَكَادَ أَبْرُهُ فُرُطَا كذلك السبب الثاني السبب الثاني الرابع والخمس الرابع هو ظهور الفساد في البر والبحر لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبتين الناس ليذيقهم بعض الذي عبدوا لعلهم يرجعون كذلك لدينا اختلال موازين الحياة الآبرة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رسقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعب الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا هو استخرج بنا الآية العامل الذي يؤدي إلى إيقاظ ذلك الأصل في الإنسان هو عندنا ثلاث عوامل لإيقاظ الفطرة دعوة العنباء والدعاة لقوله تعالى ومن أحسن قولا بما دعا إلى الله وعبد صالحا وقال إني من المسلمين تدبر آيات الله الكونية لقوله تعالى إد في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولينا الباب كذلك الابتلاءات والبحل وذلك كالزلزال والأبراز وقلة الأبوال إلى أخره أذكر بقية العوامل الأخرى أنا أذكرناهم ديجا العوامل وزدنا أنا أذكرنا العوامل الأخرى كذلك هذا الأصل في الإنسان الذي نحارف من أجله هو أنا أذكرنا الأسباب كامل يستخدمنا الآية العامل الذي يؤدي إلى إيقاظ ذلك الأصل في الإنسان العامل هو هنا في الآية هذه العامل هو الابتلاءات والمحل لأنه بس هو الضر فكشفنا عن ضره إذن العامل هو الضر عفوا الابتلاءات والمحل بقية العوامل هذا أذكرناها دعوة العلماء والدعاة وكذلك العامل الثاني الذي كنا عليه هو التدبر آيات الله الكولية استخرج من الآية فائدتين الفائدة الأولى هي الإسلام دين الفطرة والجميلة المستقيمة وجوب الإدابة والعودة إلى الله حربة التقنيت كذلك إلا بدانية من الشرع إلى آخره كذلك الإنسان يرجع إلى الله وقت الشدة والغفلة تدير دروب الإنسان وتعيده إلى طريقه الصحيح وإلى فطراته الصحيحة استخرج من الآية يعني أنا أعطيتكم بزاف بي تما خيروني ببارك عودة الإنسان إلى الله وقت الشدة وكذلك العسل لازم تخيرها هي الغفلة تعيد الإنسان إلى فطراته الصحيحة استخرج من الآية فائدتين قلناها استخرج من الآية السابقة بد عوض سلة صغرى بد مفصل بد عارض للسكون بد عوض البد العوض هو اللي يكون كما مبينة غفورة مبينة ها هاو عدا قاعدة أو قائمة قائمة هاو هذا بد عوض وش قلنا ثاني بد وش قلنا ثاني قلنا صلة صغرى صلة صغرى هي فلما كشفنا عنه ضره مر إلى ضر مبسه فلما كشفنا عنه ضره 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 هذه بد صلة صغرى وكذلك بد منفصل بد منفصل لم يدعونا إلى ضر مبسه يدعونا إلى يدعونا إلى وكذلك عندنا بد عارض للسكون يعملون هذا كامل هذا دره هو من الجسء الثاني قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراعا حتى ولو سلكوا حجر ضب لسنكتبه قلنا يا رسول الله اليهود والنصر قال فمن هذا هو الحديث تعالى أكبر حديث عن رفراوي الحديث فيما يلي الاسم الكامل هو الجليل أبو سعيد القدري هو الجليل أبو سعيد الخضري عدد رواياته 2270 رواية سنة وفاته في 74 للهجرة ودفنه بالبقية أعطي مفهوما للغزو الثقافي هو هو الجبع بين عفوا هو جميع الجهود والمبارسات التي تطبقها دولة على دولة أخرى من أجل الاستلاء أو التي تقوم بها دولة ضد دولة أخرى من أجل الاستلاء والسيطرة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عدد ثلاثة من مظاهر هذا الغزو في بقية المسلمين اللغة الفكر والعقيدة وفي السلوك والزي وكذلك في العادة الاجتماعية تمثلتها بقديروا العادة الاجتماعية نحوها كان هذا ولا فيديو تبدأ دول فيديونا إعجبكم سفتبقوا ولا بالقال نتلقوا في فيديو قادم بإذن الله مع سلامة